اشتركوا في القناة 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 ونحن الذين نتسبوا لقبيلات ما كينيش هو شخص من أعداء الوطن وشخص في الفيسبوك دياله وراء كل شيء يعرفوا في الديار الامريكية من الناس من أعداء الوطن ومن أعداء سيدنا اللي يحط منشورات دياله ديما كلام اللي ما كيشرفناش وكلام اللي ما كان قبلوش ونحن ما قابليش دك الشخص يعيش معنا في الوطن ديالنا فما بالو كان لقاوه مع اللقف طابلو وهذا شي راح حرام وحسومة وحنا بغينا هذك اللائحة هذك تمنتق الأخصاء ديالك يعني 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 وإعفاء النواب وإنهاء المهام دياله لأنه ما خدموش دك الشي بجدية وكي ما خصو يكون ابراهيم شلخام من قبيلات قيش الوداية فهذا الوقفة هذي اللي احنا درنا دابا حاليا ما كانت هذه تكون وقفة كانت هذه تكون مدوى في قاعة الأخبابي ولكن للأسف تفاجأنا بعد الرفض بعض الموضطفين رغم أننا أدينا 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 تمن للقاعة وأدينا قاع الوطائق والأمور اللي هي قانونية فتنتفاجأوا من كان نحزوها لنا الأحد ونا الأحد كان عيد العرش المجيد فغيرنا الموعد نار تولتاء فتنتفاجأوا في نار تولتاء تنبشي والإدارة تلقوا أن مسحوبة الامضاء من الورقة اللي امضافها رئيس الشماعة تلقوا مسحوبة من الميلف قلنا ما كان ينبس الورقة طاعتها نحاولوا ما أمكننا نعودوا الندوى نعني نهار آخر فعودنا تشديد طلب الندوى إلى اليوم السبت فتنتفاجأوا يوم السبت بأن الورقة عجانية تتحب من الميلف بطريقة غير قانونية نحنا اللي كانوا تأدي منعونا من الندوى كانوا يمنعونا من عن يعني قانوني يقولنا ممنوع الندوى الدار قانونيا ويكاتبونا ونحن ما عندناش إشكال لكانش يخرق قانوني مرحبا ولكن يبدوا يتعاملوا معنا ويدروا معنا التصرفات من ديال السميس وماخ الدماش ففضطرنا من نشفنا أن الأمور غادر واحد طريق لأننا نحن دايرين مع الناس السبت باش يكونوا في الندوى فتكلمنا مع المدير من ديال القاعة الخبابي قلنا لهذا الإشكال هذا رحنا في إدارة غير قانوني باش نتقاول الورقة مسحوبة من الميلف نتقاول الأول على هذه الورقة التي تسعبت من الميلف النبل والنبل الثانية كان عدم القبول لأننا نديروا الندوى في قاعة الحبابي فأعطيونا يعني تكاتبونا بأننا كي المنع فتنتفاجأوا بي تقول لنا أنك ينمو الضاف من البشاوية ولتي يسحب الورقة طريقة غير مباشرة فالتجأنا بأننا سوف نديروا الوقفة نديروا السيناريو كيف تتحول الوقفة فحنا كنا نديروا الندوى اللي هي أن نوعيوا بها الناس لأن الناس كانت تارت بأنهم وقال الإقصاءات كانوا يعني يعني الناس كانت على أعصابه فقلنا نديروا ندوى باش نوعيوا الناس بالقانون بأن القانون سيأخذ مجراء واللوائح هذه باشي لوائح نهائية لأن ما زال طعون مرحلة طعون ومسرحلة طعون أخرى والمرحلة مديل شؤون القراوية طعون شؤون القراوية وكان المرحلة مديل الدعوة الإدارية في المحكمة الإدارية لا تنسوا اشتابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس بشيصلكم كل جديدة دعوشام الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي